تسعى مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة لفرض عقوبات على أربعين دولة من الدول التي وقفت إلى جانب فلسطين بتصويتها ضد قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة إلى القدس المحتلة في جلسة تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة استمراراً لسياسة دولتها الداعمة للاحتلال تقدمت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي بمشروع يقضي بقطع المساعدات عن أربعين دولة من الدول التي صوتت لصالح تجريم قرار ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال مشروع مشين ومخجل ولا أعرف كيف تقبل الولايات المتحدة على نفسها أن تتورط في مثل هذا الأمر قطع المساعدات عن الدول وتهديدها بذلك لن يؤثر برأيي في الموقف المتضامن مع الشعب الفلسطيني لأن مواقف الشعوب ومعظم الدول لا تشترى وتباع بحفن الدولارات خطوة مخالفة لما هو متعارف عليه في أروقة الأمم المتحدة ويأتي بهدف جعل المساعدات الأمريكية الخارجية مشروطة بدعم وتأييد سياسيا في مسائل الشرق الأوسط هيلي تستني بمشروعها الابتزازي الدول ذات الأغلبية الإسلامية في الشرق الأوسط كالعراق ومصر والأردن لحاجة الولايات المتحدة الأمنية لهم الأمم المتحدة ليس من حق قلب الفصل السابع ولا الثامن أن تصدر قرارات فيما يخص مواقف الدول اتجاه بعضها البعض ما قمت به الدول هذا جزء من سيادتها واستقلالها الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني هي ليست إقطاعية وليست جزءا من أطيان الولايات المتحدة الأمريكية ولا يعمل رؤسائها لا موظفين ولا مستشارين عند الإدارة الأمريكية الاقتراح يستهدف مشاريع التطوير في دول فقيرة لا يوجد لديها ما تقدمه للولايات المتحدة بينما تستثنى دول أخرى من هذه التهديدات تبعا لمصالح واشنطن معها على مختلف الأصعيدة السياسية والاقتصادية والأمنية من مدينة رمالة المحتلة آية الخطيب رؤيا